اشتركوا في القناة نتمنى ان شاء الله التوفيق والنموس في هذه الرحلة التي تحمل هذه الاسامة التي تحمل هذه الشعارات المميزة والتي دائما تتميز سواء في هذا الميدان أو في أي ميدان نذهب إلى الصدارة وإلى المركز الأول وبيح سعيد بن سالم بن سعيد بن اخدير النقلة على مياس عبدالله بن علي بن عبد بن علي الشام ثاني المراكز بينهم اللي في المركز الثالثة التبرحميد بن محمد بن سعيد بن سعيد بن سعيد بن سعيد بن علي بن عتيج بن علي بن راشد اللي تشبي بن خفية ما شاء الله أيضا التواجد مع القمة النقلة على المركز الخامس اللي في المركز الخامس اللي هو شاهين ما شاء الله عمران بن خليفة بن عبيد شامسي هكذا كانت النتيجة هكذا كان النداء الأول للمراكز ذعناها عليكم بالوحوة والتمام وخلف الأسامي خلف الخمس أيضا هناك شعارات لن يحن موعد دخولها إلى البوابة الجميلة بوابة النداء التي حصلت على المراكز الخامس نتمنى التوفيق نتمنى التوفيق ما شاء الله يوضيح المسيطر على المركز الأول واضح وباين بشعاره وأداءه الجميل حتى هذه اللحظة على صدارة الشوط مع المركز الأول سعيد بن سعيد بن غدين نقلتنا على المركز الثاني ما شاء الله في المركز المياس عبدالله بن علي بن عبيد بن علي شامسي بينما في المركز الثالث من يأتي رعدل علي بن عتيج بن علي بن راشد الاشتبي نقلتنا على المركز الرابع اللي في المركز الرابع من شاء الله شاهد عمران بن خليفة بن عبيد الشامسي وفي المركز الخامس هناك اللي هو الصايد ما شاء الله لعلي بن سالم بن علي بن سليم الاشتبي هكذا أيها الإخوة كانت نتيجتنا للمراكز ذعناها عليكم كاملة مكملة بالوفاء والتمام والكمال لله سبحانه وتعالى ندائنا الثاني ندائنا الثاني نقطع نصف المسافة والمتبقي النصف المهم المتبقي النصف المهم على خط النهاية هو وضيح ما شاء الله مسيطر على المركز الأول مسيطر على مقدمة شوط صامت حتى هذه اللحظة على المركز الأول سعيد بن سالم بن سعيد بن قدير ولكن القادم اللي غير النتيجة اللي غير النتيجة ما شاء الله تمر لسيد الحميد بن محمد بن سالم الزرعي ابناء السلطنة أيضا يتواجدون على هذا الميدان ومعها الشوط بالغص نقلتها على رعد لعلي بن عتيج بن علي بن خفير الشبي المركز الرابع اللي في المركز الرابع ما شاء الله أول ندى لشاهين عبيد بن سلطن بن عبيد النقلة بالرشيد نقلتها على المركز الخامس اللي في المركز الخامس هناك من الجانب الثاني أيضا شعار بن رشيد من يتواجد على ثاني أو خامس المراكز الراشد بن عبيد بن علي بن رجيد هكذا أيها الإخوة كانت النتيجة كانت النتيجة للمراكز لعناها عليكم بالهتمام ولكن الزرعي صامد أرى التقيير هذا التقيير اللي طرى وجرى معه من قبل شاهيد لعبيد بن سلطن بن رشيد الاجتبي من الجانب الثاني هناك هناك اللي هو سعد ويسعد صباحك يا ابو عبيد لراشد بن عبيد بن علي بن رشيد الاجتبي مع سعد بالمركز الأول الذي أسعد حتى هذه اللحظة على المركز الأول المسيطر على الصدارة على مقدمة الشوط بينما اللي في المركز الثاني التبر للسيدة حميد بن حمد أو حميد بن حمد مسالم الزرعي اللي يحاول يحاول العودة إلى المركز الأول ولكنه سعد الأسعد حتى هذه اللحظة على صدارة الشوط على المركز الأول على المركز الأول ما شاء الله تبارك الرحمن الراشد بن عبيد بن علي بن رشيد الاجتبي مع الميتين المتلة الأخيرة الميتين المتلة الأخيرة اللي تفصل سعد وتفصل التبر على خط النهاية ولكن سلام بقول يا بن رشيد لراشد بن عبيد بن رشيد الاجتبي بناسبة فوز سعد بالمركز الأول ها هي اللحظات وصورة إلى خط النهاية مع الفوز ونموس المركز الثاني لحميد بن حمد بن سالم الزرعي لمركز الثالث شعار علي بن عتيج المركز الرابع لعبيد بن رشيد هكذا أيها الأخوة كانت نتيجة من الفوز تمام 4 دقائق 42 ثانية تحانينا والنموس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر